أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد وصلنا وإياكم إلى محور حلقتنا لهذا اليوم واللي رح نتحدث به عن موضوع مهم جداً اللي هو موضوع الصناعات الحربية العراقية وين وصلت وأيضاً مستوى الجودة بيها والآمال والطموحات للارتقاء بها لكن بالبداية خلينا نشوف التقرير اللي عدنا يا الزميل مصطفى السعدي وأكيد أن نعوده لمناقشة هذا الموضوع توجه من قبل الحكومة نحو هيئة التصنيع الحربي وأمكانياتها المتكاملة بتقطية حاجة القوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة وتزويدها بالأسلحة الخفيفة إذ تعمل مصانع الهيئة بطاقة انتاجية عالية وتوفر أسلحة واعددة مطابقة للشروط التي تخدم رجالات الأمن شكلت هيئة التصنيع الحربي حسب قانون 25 شرع في مجلس النوع عام 19 ولكن البداية الحقيقية هي التصنيع الحربي هي في منتصف 21 الحقيقة هاي الفترة بعد تولي السيد رئيس وزراء رئاسة الوزراء والدافع اللي كان يدفع باتجاه توطين الصناعة وكذلك النهوض بالصناعة العسكرية والمدنية كان للهيئة دور كبير في تنفيذ هذه التوجيهات واستطاعت خلال نهاية عام 22 وبداية 23 تحقيق الكثير من إنجازات المهمة توطين الصناعة وفتح كثير من المصانع لا شيء مستورد بدءا من المواد الخامة حتى المراحل الختامية حيث تعمل مصانع الهيئة على توفير إطلاقات للأسلحة الخفيفة المستخدمة وفقا للخطط الانتاجية التي تغطي الحاجة التعمة هذا المصنع حسد الدير ياد عراقية 100% خطوط متكاملة لإنتاج الاعتداء الخفيفة لها اعتداء المسدس واعتداء الرشاشة وحاليا احنا عندنا خطة انتاجية لتجهيز القوات المسلحة والقوات الداخلية وفعلا بدينا بهذه الخطة وأنجزنا وبيدينا نبيع يعني بعض الشركات أخذت من عندنا وبعض المؤسسات الأمنية وعتادنا يعني الحمد لله والشكر يبدي من الروماتيريال إلى أن ننتج كمية كبيرة احنا هنا الخطة التي تبعتها الهيئة هو أن تبني خط انتاج متكامل يبدأ من المعدن إلى أن نطلع الرصاص هذا المصنع كان حلم كل فرد من هيئة التصنيع الحربي والحمد لله رب العالمين يعني بجهود مباركة من دولة رئيس الوزراء وكذلك رئيس الهيئة أستاذ مصطفى قدرنا هذا الحلم يعني يصبع حقيقة وصار عندنا هذا المصنع اللي يدشفونه قدامكم يعني بأكوالة عالي جدا يعني دوليا هذا المصنع اللي شفتوه أمامكم يعني هو عبارة عن قسميا قسم ينتج لي الظرف وقسم ينتج لي القذيفة زائدا القذيفة أقصد بها رأس الإطلاقة وكذلك البارود المصنع هو يعني بتكنولوجيا عالية جبناه من شركة أتاسشي التركية مواصفات الناتو يبدي يعني من الكوب كيس اللي هو الفنجان تدريجين إلى شفتوهن المراحل اللي حتشينا عليها إلى أن يطلع لي الظرف يعني بآخر انتاج وكذلك القذيفة توجيه بوصلة القوات الأمنية صوب منتجات هيئة التصنيع الحربي يوفر قيمة مادية للدولة دون الحاجة للعقود الخارجية وعلى مستوى السيادة الأمنية يكون نظاما أمنيا عاليا ما بين التصنيع والاستخدام المباشر للمؤسسات الأمنية لقناة العراقية مصطفى السعدي بغداد أهلا بكم مشاهدين كرام من جديد وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يتحدث عن الصناعات الحربية منتج وطني بجودة عالية نضمن داخل الأستوديو الأستاذ المهندس علي محسن مدير عام شركة الصناعات الحربية سعدنا صباحك بالخير والعافية أهلا وسهلا بك في برنامج الصباح الخير يا عراق أهلا وسهلا بكم بداية أوجه شكري وتقديري لقناتكم الموقرة ولبرنامج الصباح الخير يا عراق لإتاحة الفرصة للتعرف على هيئة التصنيع الحربي وتشكيلاتها ومنتجاتها العسكرية أهلا وسهلا بكم يسعد صباحك أستاذ علي أستاذ علي التصنيع الحربي ممكن بكل دول العالم يوصف أنه هو من الصناعات الاستراتيجية كيف ممكن أنه توصف أنه هذه الصناعة بالعراق؟ العراق أسس أرضية مناسبة لتحقيق الطاقات الاستراتيجية في البلد وهذا من خلال إصدار قانون هيئة التصنيع الحربي رقم 25 لعام 2017 واللي من خلالها ومن خلال تشكيلاتها التشكيلين الأساسية هي الضم تشكيلها الشركة الصناعات الحربية العامة وكذلك الشركة الصناعات الميكانيكية والنحاسية في الفلوجة اللي يسمح لها بتصنيع المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر اللي تخدم قواتنا المسلحة بمختلف مجالاتها خلينا نتعرف من خلالك بالتحديد يعني ما هي اللي تصنعها بشركاتكم اللي موجودة بالعراق حتى المشاهد الكريم أيضا يكون على بينه مثل ما وضحت الجنابك أنه هيئة التصنيع الحربي الضم تشكيليا أساسي شركة الصناعات الحربية العامة الضم 14 مصنع هذه كانت عبارة عن شركات عملاقة سابقا وحاليا دمجت وصارت مصانع تحت اسم شركة الصناعات الحربية العامة وكذلك التشكيل الثاني اللي هو الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية أيضا نضم 12 مصنع منتجات الشركة الهيئة بالشكل العام والشركة الشركتين أكثر من 30 منتج بداية عدنا مشروع الطائرات المسيرة هذا أيضا منتج عدنا حاليا ودنصدر الحمد لله دنسوق للقوات الأمنية عدنا الاعتدال الخفيفة بمختلف الأنواع اللي هي التسعة ملم والتسعة وثلاثين والناتو الخمس وستر خمسين عدنا الأسلحة بمختلف أنواع المسدس بأربع أنواع مسدس بابل وكذلك آشور وأبتر وميني بابل وعدنا البنادق بابل بمواصفات أم فور وأم سيكستين وأيضا الكلاشين كوف أيكي وعدنا أيضا قنابر الهاوان بمختلف الأنواع اللي هي الضم الستين الواحة ثمانين اثنين وثمانين مئة وعشرين قنبرة وعدنا تدريع العجلات القتالية بمختلف الأنواع آزر وأبهر والجمرة هاي بالوقت الحاضر وعدنا أيضا منتجات أخرى كثيرة مثل منتجات النواظير الحرارية والكاميرات والبطاريات وأهم منتجاتنا هو عدنا سبائك الحديد هذا مشروع وحده هو مشروع عملاق لأن هذا يجهزك المادة الأولية اللي نستخدمها بمنتجاتنا حقيقة نحن لاقينا دعم خلال هاي السنة ونصل الأخيرة من قبل دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعر السودان المحترم دعم متواصل لهيئة التصنيع الحربي فتلاحظ أنت من تشوف دعم من رأس الحكومة من دولة رئيس الوزراء هذا ينطيك دافع معناه يقوي حتى تباشر وتبدأ وتنتج وعدنا حقيقة متابعة مستمرة من قبل رئيس الهيئة المهندس مصطفعاتي حسن المحترم فتشوف عملنا طيلة هاي الفترة 24 ساعة نحن حقيقة ما عدنا أطلع يعني نقول لك الجمعة إذا تشوفوننا وإذا تشوفون لقاءاتنا مستمرة وعدنا شفتات عمل متواصلة لحد الصباح لشفتات نعمل وبدأنا بالحقيقة أيضا الشركة العامة للصناعات النحاسية لديها منتجات المدفع الثقيل بمختلف الأنواع المية واثنين وعشرين المية وخمسة وخمسين لدينا منتجات مدنية قديسة للبعض يقول هي اسمها هي التصنيع حربي يعني هذه نقطتي بصراحة لأنه قرأت خبر وإيضا شفت تصريح لحضرتك أنه صرتوا تجهزون أو أعدكم القدرة على تجهيز وزارة الكهرباء ممكن بمادة النحاس نعم وكذلك الصناعة تدخل بصناعة السيارات خاصة أنه هسا لدارج السيارات الكهربائية نعم بالتالي مدى تعاونكم بهذا الموضوع ومدى رفدكم لهذه الوزارات بمنتج النحاس نحن بداية هيئة التصنيع الحربي هي مو فقط منتجات حربية نحن لدينا منتجات مدنية كثيرة على سبيل المثال منتجات السيارات الكهربائية بأنواع مختلفة هذه طبعا أنتوا تلاحظون الفترة الأخيرة التي انتشرت بها التوكتوك والستوتا وهذه ظاهرة غير حضارية بالبلد وخطرة السيارات الكهربائية بأنواع مختلفة هذه طبعا تعتبر صديقة للبيئة وسعرها مقارب جدا للستوتا والتوكتوك وأيضا استخدمت في وزارة الداخلية طبعا في مديرية المرور أيضا عندنا تعاون بهذا المجال وأيضا عندنا طلبات كثيرة بالصناعات الكهربائية وسعرها مثل ما قلت لك هو سعر مقارب جدا سيارات مختلفة أكو بيكم أكو أربع أبواب إلى آخره حسب خطة مالتنا هذه نهاية هذا العام إن شاء الله رح يبدأ بيها العمل بإذن الله بطاقة انتاجية 24 ألف سيارة بالسنة وآخر يوم 27 عندما افتتح دولة رئيس الوزراء أربع مشاريع أن هذا فالدافع قوي جدا افتتحنا مشروع سبائك الحديد هذا إلى أهمية قصوى هذا اللي يزود منتجاتنا بالمادة الأولية افتتحنا قنابر الهاون بأنواع أربع أنواع رئيسية وهذا تحتاج قواتنا الأمنية بمختلف صنوفة افتتحنا الذخيرة اللي جنابكم شوية التقرير مالها العتاد الخفيف في أنواع مختلفة افتتحنا مشروع المحولات هذا مشروع أيضا مدني هذا يرفض وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء لديها آلاف المحولات العاطلة فأحنا الحمد لله الطاقة الانتاجية لإصلاح هذه المحولات التوزيع تصل إلى 3000 محولة بالسنة بالتالي هذا فد رافض قوي جدا لدينا استوانات الغاز غاز الطبخ لدينا النحاس هذه منتجات مدنية كثيرة خلينا نتحدث عن المنتجات بسورة عامة تعلم والمشاهد يعلم أنه السوق العراقي غزاه المستورد بجميع سنوفها اليوم المنتجات العراقية وبالسابق كانت أيضا المنتجات العراقية تكون هي مضرب للأمثال المنتج العراقي هو من عالية جودة اليوم المنتجات اللي موجودة الحالية هي خاضعة لمقاييس الجودة العالمية طبعا سؤال مهم جدا هذا حقيقة احنا كل عقودنا عقود مشاركة مع شركات عالمية رصينة احنا مو تجهيز احنا نوطن صناعة ترى الشيء المهم بهذا المجال هو توطين الصناعة بالبلد بالتالي كل صناعاتنا هي خاضعة لكل معايير الجودة العالمية هذه ما بيها مجال يعني احنا طالما نوطن صناعة اذا المنتجاتنا خاضعة للجودة العالمية كل معاييرها مواصفات ناتا وإلى آخره ولدينا مختبرات يعني احنا منتجنا من السوق وفق مختبرات وفحوصات كاملة وننطي شهادات بها شهادات قبول وهذه الشهادات فريقين فريق الجهة المستفيدة وفريقنا عملية فحص مشترك بالتالي عندنا اجهزتنا ومختبراتنا حتى نطلع الشهادات بالمنتج المقبول ومنتج بنفس المواصفات العالمية بالضبط وهذا اده يصير واحنا حقيقة يعني عقودنا لدينا يعني خبراء وأقل تكلفة أقل تكلفة طبعا نحن همشي هذا عندنا وبالتالي لحنا حقيقة يعني لدينا خبراء ولدينا شركات رصينة وأيضا متدربين ومنتسبين راحة تدريب خارج العراق على كل مشاريعنا وهذه المشاريع أموما ما تكلف الدولة ترى مبالغ هذه عقود مشاركة مع القطاع الخاص بشركات عالمية رصينة بالتالي أنت دعمت الاقتصاد الوطني قللت الاستيراد حافظت على عمل الصعبة شغلت كوادرك وطنت الصناعة بالبلد وهذا أهم شي ترى توطين الصناعة موشي سهل وهذا دي نسعى أنه وكل مشاريع بهذا الاتجاه طيب أستاذ علي رفعنا دائما الشعار دائما من المنتج الوطني نعم اليوم الصناعات الحربية تدخل ضمن هذا الشعار أيضا تجهيزات القوات المسلحة بشكل عام ممكن تكون أنه تجهيزات محلية ولا اليوم نحن ما زلنا بحاجة إلى المستورد هذه واحدة الشغلة الثانية أيضا منتجنا اليوم ممكن أو منتجكم اليوم ممكن أنه ترفضون بالوزارات الأخرى هل هناك عقود بهذا الاتجاه؟ بداية نحن قلنا هناك دعم متواصل من دولة رئيس الوزراء في عشرين سبعة الاتتاحية التي صارت لمشارعنا ويمكن أن ترى اللقاء وكلمة دولة رئيس الوزراء التي دعم قوي جدا لهيئة التصنيع الحربي ووجه كل الوزارات سواء كانت أمنية أو مدنية بأن تأخذ منتوجها من التصنيع الحربي هذا أنتنا دافع كل شي قوي نحن العام شهر 12 وقعنا عقود مع وزارة الداخلية تجاوزت 400 مليار وهذه السنة أيضا لحت هذه اللحظة وقعنا عقود تجاوزت 200 مليار والتعاون الذي شفناه حقيقة من وزارة الداخلية منقطع النظير تعاون محترم بكل المجالات سواء بالأسلحة بالاعتداء بالتدريع إلى آخره وكذلك من الوزارات الأمنية الأخرى وحاليا بدينا شوي حقيقة مع وزارة الدفاع بدأوا بهذه أثناء توجه من رئيس الوزراء بدأت الأمور تأخذ مجرهها الصحيح والحمد لله نسوق منتجاتنا بل لدينا عقود لثلاث سنوات مقبلة جميل إن شاء الله نحن سعيدين بانضمامك شكرا لك ولي حضورك ونتمنى الموفقية لكم بإنتاج أكثر لبلدنا وإن شاء الله نصل إلى التصدير شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا